السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر الذكاء الاصطناعي واحد في درس التعلم الموجه الجزء الثالث في الدرس السابق تحدثنا عن تجهيز البيانات والمعالجة المسبقة تحدثنا عن أداة كاونت فكترايزر وتحدثنا أيضا عن بناء خط أنابيب التنبؤ عن شرح متنبئات الصندوق الأسود عن النموذج المحايد المحلي القابل للتفسير والشرح تحسين البرمجة الاتجاهية للنصوص استخدم الإصدار الأول لخط أنابيب التنبؤ أداة كاونت فكترايزر لحساب عدد مرات التي تظهر فيها كل كلمة في كل تقييم تتجاهل هذه المنهجية حقيقتين أساسيتين حول اللغات البشرية أولا قد يتغير معنى الكلمة وهميتها حسب الكلمة المستخدمة معها وهذه في الطبيعة البشرية أيضا تكرار الكلمة في المستند لا يعد دوما تمثيلا دقيقا لأهميتها على سبيل المثال على الرغم من أن تكرار كلمة great رائع مرتين قد يمثل مؤشرا إيجابيا في مستند يحتوي على مئة كلمة إلا أنه يمثل مؤشرا عقل أهمية بكثير في مستند يحتوي على ألف كلمة سيشرح هذا الجزء كيفية تحسين البرمجة الاتجاهية للنصوص لأخذ هاتين الحقيقتين في عين لاعتبار يستدعي المقطع البرمجي التالي ثلاث مكتبات مختلفة بلغة البايتون ستستخدم لتحقيق ذلك لدينا الـ NLTK و Jensen تستخدم هاتين المكتبتان الشهيرتان في مهام معالجة اللغات الطبيعية المتنوعة أيضا RE أو RE تستخدم هذه المكتبة في البحث عن النصوص ومعالجتها باستخدام التعبيرات النمطية إذن سنقوم بعملية استدعاء للمكتبتين أو تحميل لهذه المكتبتين لدينا يمكن استخدام الدالة الآتية لتقسيم مستند محدد إلى قائمة من الجمل المقسمة حيث يمكن تمثيل كل جملة مقسمة بقائمة من الكلمات لدينا هنا Sint Tokenize تقسم المستند إلى قائمة من الجمل لدينا هنا Tokenize Dock في التعريف ثم نقوم باستدعاء من دالة RE Find all R, B و W+, B و Sint Lower from Sint NLTK Sint Tokenize Dock في عملية التعريف هنا إذن Tokenization التقسيم يقصد به عملية تقسيم البيانات النصية إلى أجزاء مثل كلمات وجمل ورموز وعناصر أخرى يطلق عليها الرموز كما قلنا هنا في عملية التقسيم لدينا هنا دالة Sint Tokenize مكتبة NLTK تقسم المستند إلى قائمة من الجمل بعد ذلك تم كتابة كل جملة بأحرف صغيرة وتغذيتها إلى دالة Find all من مكتبة RE لتقوم بتحديد تكرارات تعبيرات النمطية ستختبرها على السلسلة النصية الموجودة في متغير Rode Text في السياق التالي إذن لدينا W تطابق مع كل الرموز الأبجدية الرقمية من 0 إلى 9 ومن A to Z Capital ومن A to Z Small أيضا بالإضافة إلى الشرطة السفلية لدينا W بلاس تستخدم البحث عن واحدة وأكثر من رموز W لذلك في السلسلة النصية hello123 underscore word مرحبا 1-2-3 العالم النمط W بلاس سيطابق مع الكلمات hello و 1-2-3 و word العالم B تمثل الفاصل بندري بين رمز W و رمز ليس W وذلك في بداية أو نهاية السلسلة النصية المعطاة على سبيل المثال سوف يطابق النمط B تلاحظ هنا مفصولة مع الكات المطلوب هو كات مع الكلمة كات القطة في السلسلة النصية the cat is cute القطة لطيفة ولكنه لن يتطابق مع الكلمة كات في السلسلة النصية the category is bit فئة الحيوانات العليفة نلاحظ category متصلة هي كلمة ليست مرتبطة أو ليس لا علاقة مع الكات عدنا مثلا على التقسيم باستخدام الدالة teconize duck عدنا مثلا على التقسيم باستخدام الدالة teconize duck نلاحظ لدينا هنا هنا الفيلم كان طويل وشعرت بالنوم بعد ساعتين هذه جملة أو هذا الصف لدينا هنا في هذا التكست الناس teconize sentences تفصيل أو فصل الجملة هنا road text والteconize sentences نلاحظ لدينا هنا قام بتفصيل الجمل هذه جملة وهذه جملة نلاحظ لدينا جملتين فقام بفصلهم نلاحظ الجملة الأولى وضعه في list بهذا الشكل the movie was too long فقام بتقسيم هذه الجملة بعد ذلك انتقل للسطر الآخر وقسم الجملة الأخرى I feel asleep after the first two hours فقام بتقسيم هذه الجمل إذن نستفيد من التكونايز دوك أو الدالة التكونايز دوك نستفيد منها في تقسيم الكلمات داخل الجمل يمكن تجميع الدالة التكونايز دوك مع أداة العبارات في مكتبة جينسم لإنشاء نموذج العبارة ونموذج يمكنه التعرف على العبارات المكونة من عدة كلمات في جملة معطاة يستخدم المقطع البرمجة التالية أو يستخدم بيانات تدريب IMDP الخاصة بExtrainText لبناء مثل هذا النموذج نلاحظ لدينا هنا الدالة موجودة أمامك كما هو موضح بالأعلى تستقبل الدالة phrases أربع متغيرات نلاحظ phrases IMDP phrases model تستقبل أربع متغيرات أول هذه المتغيرات في phrases sentences الجمل قائمة الجمل المقسمة مجموعة النصوص المعطات بعد ذلك قائمة بالكلمات الإنجليزية رقم 2 الConnector Words لاحظنا هنا قائمة بالكلمات الإنجليزية الشائعة التي تظهر بصورة متكررة في العبارات مثل off وذع وليس لها أي قيمة موجبة أو سالبة ولكن يمكنها إضطاء المشاعر حسب السياق ولذلك يتم التعامل معها بصورة مختلفة لدينا في رقم ثلاثة scoring تستخدم دالة تسجيل النقاط لتحديد ما إذا كان تضمين مجموعة من الكلمات في العبارة نفسها واجباً المقطع البرمجي بالأعلى يستخدم مقياس المعلومات النقطية المشتركة المعاير لهذا الغرض يستند هذا المقياس على تكرار توارد الكلمات في العبارة المرشحة وتكون قيمة بين سالب واحد ويرمز إلى استقلالية الكاملة وموجب واحد ويرمز إلى التوارد الكامل رقم أربع لدينا في حدود دالة تسجيل النقاط يتم تجاه العبارة ذات النقاط الأقل وبالناحية العلمية يمكن ضبط هذه الحدود لتحديد القيمة التي تعطي أفضل نتائج في التطبيقات النهائية مثل النمذجة التنبؤية تحول دالة فريز نموذج العبارة إلى تنسيق غير قابل للتغيير أي مجمد لكنه أكثر سرعة عند تطبيق على جمعتين المقسمتين بالمثال الموضح السابق سيحقق نموذج العبارة النتائج التالية نلاحظ هنا IMDP phrase model tokenized sentence والجملة رقم صفر الجملة رقم صفر هي أول جملة لدينا هنا The movie was too long لدينا هنا نفس الوضع هنا I feel asleep after the first two hours يحدد نموذج العبارة الثلاث عبارات على النحو التالي feel asleep سقط نائما too long طويل جدا two hours ساعتين وجميعها تحمل معلومات أكثر من كلماتها المفردة على سبيل المثال تحمل عبارة too long طويل جدا مشاعر سلبية واضحة على الرغم من أن كلمتين too معناها جدا long معناها طويل لا تعبرنا عن ذلك مفردتين بمعنى لو تم فصل هذه الكلمتين لا يكون التقييم سلبي ولكن بمجرد دمجهم مع بعضهم البعض أصبحت سلبية بحيث أن too محايد و long محايد عندما ندمجهم مع بعض يكون التقييم لها سلبي على الرغم من أن كلمة sleep نايم في مراجعة الفيلم تمثل دلالة سلبية فالعبارة feel sleep سقط نائما توصل رسالة أكثر وضوحا توصل رسالة أكثر وضوحا feel السياق على حسب السقوط أي أن كان نوعه sleep سلبي اتفق عنه سلبي ولكن بدمج هذه الجملتين مع بعضهم البعض أصبح تلاحظ أن اللون الأحمر زاد لديه هنا فأصبح سلبي موجب أكثر سلبية أعطت إيحاء أكثر سلبية لدينا وأخيرا تستنبط من two hours سياقا أكثر تحديدا من الكلمتين two hours على حدة two رقم اثنين هذا سياق بمعنى محايد كلمة محايدة رقم اثنين وأيضا hours الساعات كلمة محايدة فدمجهم مع بعض البعض أعطت أيضا سياق محايد لدينا استخدم الدالة التالية أمكانية تحديد العبارات بهذا الشكل لتفسير العبارات في وثيقة معطاتها anonate phrase يستخدم المقطع التالي دالة anonate phrases لتفسير كل من تقييمات تدريب والاختبار من مجموعة البيانات نلاحظ لدينا هنا anonated للترين وanonated للتست لدينا أيضا استخدام مقياس تكرار المصطلح وتكرار المستند العكسي في البرمجة تجاه النصوص إذن tf-idf تكرار الكلمة في المستند لا يعد دوما تمثيلا دقيقا لأهميتها الطريقة المثلة لتمثيل التكرار هي المقياس الشهير لتكرار المصطلح وتكرار المستند العكسي tf-idf يستخدم هذا المقياس ويستخدم هذا المقياس صيغة رياضية بسيطة لتحديد أهمية الرموز مثل الكلمات أو العبارات في المستند بناء على عاملين أولا تكرار الرمز في المستند بقياس عدد مرات ظهور في المستند مقسوما على إجمالي عدد الرموز في جميع المستندات أيضا تكرار المستند العكسي للرمز المحسوب بقسمة إجمالي عدد المستندات في مجموعة البيانات على عدد المستندات التي تحتوي على الرمز إذن هذا هو القانون الظاهر أمامك بناء على المصطلح كم تكرر وكم تكررت الكلمة ثم ارتباطها بالمستند إذن تكرار المصطلح عدد مرات ظهور المصطلح في المستند على عدد كلمات المستند كم مرة ظهر المصطلح؟ أربع مرات المستند أساسا كم كلمة؟ في ألف كلمة إذن أربع من ألف بهذه الطريقة يعطينا تكرار المصطلح ضرب تكرار المستند العكسي يعطينا القيمة إذن تكرار المصطلح أو تكرار المستند العكسي هو طريقة تستخدم لتحديد أهمية الرموز في هذا المستند العامل الأول يتجنب المبالغة في تقدير أهمية المصطلحات التي تظهر في الوثائق الأطول أما العامل الثاني فيستبعد المصطلحات التي تظهر في كثير من المستندات مما يساعد على إثبات حقيقة أن بعض الكلمات هي أكثر شيوعا من غيرها أداة TF-IDF فيكتورايزر توفر مكتبة سكليرن أداة تدعم هذا النوع من البرمجة التجاهية تكرار المصطلح تكرار المستند العكسي ويمكن استخدام TF-IDF فيكتورايزر لتمثيل عبارة باستخدام المتجهات إذن بإمكانك أن تستدعيها لتمثيل عبارة باستخدام المتجهات يمكن أن يدخل أداة تمثيل المتجهات في مصنف بايز السادج لبناء خط أنابيب نموذج تنبؤ جديد وتطبيقه على بيانات الاختبار لاحظ هنا المالتينومنال في المودل TF ولدينا هنا الإكسترين في التدريب لدينا البردكشن في بلاين في خط أنابيب التنبؤ لطباعته يعطينا قيمة التنبؤ 88.88% يحقق خط على أنابيب الجديد تحدثنا عن سابقاً نسبة دقة تصل إلى 88.58% وتحسن كبير بالمقارنة مع الدقة السابقة تذكرون دقة السابقة كانت 84% فهنا رفعنا الدقة يمكن أن نستخدام النموذج المحسن لعادة النظر في مثال الاختبار يتم تصنيفه بشكل خاطئ بواسطة النموذج الأول تذكر النموذج اللي أخذناه نموذج الاختبار أخطى في عملية تصنيفه لاحظ أعطانا هنا لدينا النيكاتيف والبوزيتف 67 و 32 يتنبأ خطة لنابيب الجديد بشكل صحيح في القيمة الإيجابية لهذا التقييم يستخدم مقطع البرمج التالي مفسر النموذج المحايد المحلي القابل للتفسير والشرح لتفسير المنطق وراء هذا التنبؤ تلاحظ أعطاني الآن قيم للتنبؤات تلاحظ في الجهة هذه التنبؤ إيجابي وفي الجهة هذه التنبؤ سلبي وهذه هي الكلمات في المستند الواردة في المستند وتؤكد النتائج أن خطة لنابيب الجديد يتبع منطقا أكثر ذكاء فهو يحدد بشكل صحيح المشاعر الإيجابية للعبارات مثل بيوتفل شت لقطة جميلة وتمثيل رائع وجيد جدا ولا يمكن تضليله باستخدام الكلمات التي جاءت خطة لنابيب الأول يتنبأ بنتائج خاطئة يمكن تحسين أداء خطة لنابيب لنموذج التنبؤ بطرق متعددة باستبدال مصنف بايز البسيط بطرق أكثر تطورا مع ضبط متغيراتها لزيادة احتمالاتها وثم تخيار آخر يتلخص في استخدام تقنيات البرمجة الاتجاهية البديلة التي لا تستند إلى تكرار الرمز مثل تضمين الكلمات والنصوص ويستعرض ذلك في الدرس التالي في هذا الدرس تحدثنا عن تحسين البرمجة لاتجاه النصوص تحديد العبارات استخدام مقياس التكرار المصطلح التكرار المستند العكسي في البرمجة تجاه النصوص الـ ETF IDF Vectorizer شكرا لكم على حسن المتابعة نلتقيكم في الدرس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته